معنا من موسكو الباحث في كلية الاستشراق بالمدرسة العلية للاقتصاد السيد رامي القليوبي أهلا بك سيد القليوبي معي على سكاي نيوز عربية سيد رامي بالطبع هناك حيثيات تسبق قمة العشرين فيما يتعلق بالشأن الروسي والأوكراني هو أهمها عدم حضور الرئيس الروسي بالطبع مشاركة الرئيس الأوكراني بتقنية الفيديو هل ممكن أن نرى حلولا أو مقترحات تطرح في هذا الشأن أم أن الأمر مستبعد بالفعل كما فكرت هذه القمة توقض هذه المرة في غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهذا أدى إلى التركيز على الطبع السنائي للقمة بين الولايات المتحدة والصين بينما يشارك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيليانسكي مثل ما إعتاد عليه أن يشارك في الفعاليات الدولية الكبرى بنظام مؤتمر الفيديو بينما يترأس وزير الخارجية الروسي سيرجيا لفروف الوفد الروسي ومن المنتظر أن هناك حالة من التفاؤل الحذر بالتوصل إلى اتفاقات ما وراء كواليس لأن هناك انطباع بأن العالم أجمع قد تعب من هذه الحرب الروسية الأوكرانية التي من الواضح أنه لا طرف رابح فيها لأنه في ظروف شبه تكافؤ القوة على الأرض لا يستطيع أي طرف حسم المعركة لصليحه ولذلك تدفع روسيا وأوكرانيا سمن هذه المواجهة بخساراتها عشرات ألاف البشر من العسكريين والمدنيين بينما يدفع العالم أجمع فاتورة التضخم والمخاطر للأمر الغذائي وهذه الملامح بدأت تتبلور أيضا حتى خارج مجموعة قمة الدولة العشرين وقد ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية اليوم أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولند قد تزور روسيا قريبا سيد رامي خسارة الجانب الروسي في خرسون التقهقر الذي حدث هل ممكن أن ينعكس خلال هذه الاجتماعات هل ممكن أن نرى تنازلات روسية مقابل إيجاد صفقة ما أو مساوة ما بداية روسيا لا تعتبر انسحابها من خرسون هزيمة بالمعنى الحرفي للكلمة بل هناك مؤشرات أن هذا الانسحاب تزامن مع موجة من الاتصالات بين موسكو وواشنطن حين أصبح واضحا أن حل الأزمة الأوكرانية هو بين يدي الكريملين والبيت الأبيض وليس فقط على أرض المعارقة وهناك مؤشرات تتبلور لتقديم روسيا تنازلات ماء في مقاطعات مثل خرسون مقابل ربما ضمان حصانة مناطق أخرى مثل شبه جزيرة الكرم وعدم قيام أوكرانيا باستهدافها مرة أخرى لأن الكرم بالنسبة إلى روسيا هي غنيمة حصلت عليها بدون حرب في عام 2014 ولا يمكن التفريد فيها طيب سيد رامي بالطبع عندما لا يحظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو كان على نية الحضور يعني ما بين الحضور وعدم الحضور يبدو أن هناك مؤشرات سلبية هل ممكن أن نرى دول ثالثة مثل الصين دول ثالثة مشاركة في قمة العشرين تنقل أفكار الجانب الروسي أم أنها لن يتم ذكرها في الاجتماعات غدا بكل تأكيد هناك دول مثل الصين والهند والدول العربية والخارجية تسع لأداء نوع من دور الوساطة بين روسيا والغرب الجماعي وهي تسمية يطلقها الكريملين على الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لأن كما ذكرت هذه الدول الأسيوية مثل الصين والهند هي ذاتها أكبر عدد من السكان فبالتالي هي أكثر الدول تدررا من ارتفاع الأسعار السلع الغذائية وهي بالتالي معانية بنوع من الحوار خاصة هو أن الشروط الوسيط تتوفر فيها كونها لا تدعم روسيا بشكل مباشر في حربها على أوكرانيا ولكنها أيضا لم تنضم إلى أي عقوبات أو قيود بحق روسيا وهناك مثلا مؤشرات لعقاد محدثات روسية أمريكية في القاهرة قريبا وكذلك رأينا أكثر من مرة مبادرات خليجية لنقل رسالة أوكرانية إلى روسيا ولذلك من المؤكد أنه ستكون هناك رسائل سيتم نقله إلى الكريملين عبر لفروف من موسكو الباحث في كلية الاستشراق بالمدرسة العليا لإقتصاد سيد رامي القليوبي شكرا جزيلا لك